نظمت جمعية الإمارات للمعاقين بصريا مسيرة اليوم العالمي للعصة البيضاء والتي تصادف الخامس عشر من أكتوبر من كل عام وانطلقت المسيرة من أمام القهوة الشعبية في بحيرة خالد مصحوبة بأنغام مسيق الشرطة العسكرية بمشاركة أعضاء الجمعية والمتطوعين وانتهت المسيرة في حديقة المجاز محققة هدفها في توعية وتثقيف أفراد المجتمع بقضايا المكفوفين وأهمية استخدام العصة ترجمة نانسي قنقر